السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حب أشارككم مشروع جاسة أشتغل عليه لإحدى المواد اللي بأخذها المادة اسمها Media Strategies for Public Health Professionals في الأول خليني أشرح جانب من الاتصالات الصحية الهاتف التخصصي اللي جاسة أدرسه في كثير بيحسبوا أنه الاتصالات الصحية هي التثقيف الصحي والصحيح أنه التثقيف الصحي هو جزء من الاتصالات الصحية الاتصالات الصحية هي كيف تغير السلوك الصحي عند مجموعة من الناس برامج الاتصالات الصحية تبدأ أول شيء بعمل بحث عن الفئة المستهدفة بنعمل primary data, focus groups, surveys, interviews وكمان بنستعين ب secondary data من literature review والinternational والnational surveys ثم نبدأ نخطط للبرنامج بناءًا على المعلومات اللي جمعناها عن الفئة المستهدفة بعدين بيصير ممكن نفصل البرنامج تحديداً للفئة اللي نوين نستهدفها برسالتنا كيف نكتب رسالتنا لهذه الفئة من الناس؟ فين نحط لهم الرسالة؟ هل في السوشيال ميديا؟ ولا في التلفزيون؟ ولا على الراديو؟ هل هتحتاج هذه الرسالة لعوامل داعمة مثل ورشة عمل تعلم مهارة؟ أو مثلاً أنظمة في بيئة العمل تمكن من عمل السلوك؟ طبعاً بعد مرحلة التخطيط يأتي التنفيذ وأثناء وبعد التنفيذ بيكون التقييم مشروعي للكورس هو لتحفيز المرأة السعودية على الرضاعة لمدة 6 شهور حالياً للواجب الأول في الكورس مطلوب مني التعرف على الفئة المستهدفة تحديدها بشكل أضق أعرف معلوماتها الديمغرافية والجيوغرافية وسلوكياتها وعاداتها ومعتقداتها وهنا بحب أقول مصطلح تعلمتوا في هذا الكورس بيستعملوا الناس في الماركتينج وهو مهم في عالم البابليك هالث كمان سايكو جرافيكس هشارككم بعض المعلومات المثيرة للاهتمام بالنسبة للمرأة السعودية والرضاعة وجدت أنه المرأة السعودية اللي عندها تعليم عالي يعني جامعي وما فوق ومن دخل عالي تقوم بإرضاع طفلها لأقل من 3 شهور بالمقارنة لدخلهم أقل أو تعليمهم أقل أيضا وجدت أن المرأة السعودية النالج بيستباعها عن الرضاعة يعتبر ضعيف كذلك يوجد عندها ضعف في المهارات المطلوبة للرضاعة الناجحة في معتقدات كتير بتعتقدها المرأة السعودية بالنسبة للرضاعة أنه مؤلم أنه هيغير من شكلها أيضا معتقد سائد بين النساء السعوديات وهو أنه حليب الأم ما بيكفي للبيبي بعد البحث أنا قررت أني أستهدف المرأة السعودية الساكنة في الرياض ذات التعليم العالي ومن دخل عالي في عوامل وجدتها خاصة بالسعودية تؤثر على نجاح الأم في الرضاعة لمدة ستة شهور مثل العيش مع العائلة الممتدة أو أهل الزوج والرجوع للعمل بشكل مبكر من بعد الولادة عدم وجود مرشدات أو مختصات رضاعة بشكل كافي أو دورهم ليس مفاعل بالشكل الكافي قصر إجازة الأمومة، الترويج للحليب الصناعي في المستشفى وفي التلفزيون كل هذه المعلومات بالإضافة إلى معلومات زيادة عن طريقة استعمال المرأة السعودية للميديا كيف تقضي يومها هتساعدني في تفصيل البرنامج المناسب لهذه الفئة بإذن الله حبيت أختتم بقراءة بعض المقططفات من قانون العمل السعودي فيما يخص المرأة العاملة الباب التاسع، تشغيل النساء المادة الحادية والخمسون بعد المئة للمرأة العاملة، الحق في إجازة وضع إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له المادة الرابعة والخمسون بعد المئة يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للإستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الأجر المادة التاسعة والخمسون بعد المئة على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر مثل ما قلت هذه مقتطفات حتى المواد اللي قرأتها أنا ما قرأتها كاملة في لها تكملة وفي لها تفاصيل وممكن تلقوا بسهولة عن نظام العمل السعودي 2015 شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته